بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة لقداسة البابة ودرس الثاني بابة الإسكندرية بتريارك الكرزة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيدة وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن المصريين يحتفلون جميعا بهذه المناسبة لما يجمعهم من روابط قوية تظهر مدى وحدة الوطن وأعرب عن تبنيته للبابة ودرس ولجموع أقباط مصر بالداخل والخارج بموفور الصحة ودوام السعادة موسيقى